روايات يحسن مطالعتها الروايات دي اللي أنا حقولك أسميها حشرق وغرب وأبعد في العصور ومبين الثقافات بس هي تمثل نقاط مهمة في تاريخ الأدب وفي المعاني الإنسانية أول رواية هي رواية ثلاثية غرناطة للأديبة رضو عشور رحمه الله ثلاثية غرناطة معنى الثلاثية يعني هي تتكون من ثلاثة أجزاء كل جزء مستقل لكنهم بيكملوا بعض هذا معنى الثلاثية والروعية والخماسية في اصطلاح الأدب أو في اصطلاح الروايات فهي ثلاث أجزاء أجزاء صغيرة جدا جمعت في بعضها وصدرت في كتاب واحد اسمه ثلاثية غرناطة رضو عشور بتمثل وتجسد حالة الممالك الإسلامية في الأندلس عند سقوط آخر معاقلها غرناطة حالة مأساوية كلها مشاعر كلها آلام لغة فياضة ولغة شاعرية تعيش معها بوجدانك وشعورك وترى بانوراما لهذه اللقطة التاريخية الفريدة ومي جدا نقرأ ثلاثية غرناطة الرواية التانية اللي بنصح بيها هي رواية ليالي تركستان ليالي تركستان للأديب نجيب الكلاني هي رواية بتتمثل الأندلس الثاني المفقود تركستان الإسلامية في الصين هذه الدولة المسلمة المستقلة التي سيطر عليها الشيوعيون وقتلوا المسلمين فيها حتى الآن هو يجسد صراعا مريرا وفقدا عذيزا على أمة الإسلام يمكن رواية نجيب الكلاني تكون ضعيفة شوية من ناحية الأدبية لكن القيمة الإنسانية عالية جدا والقيمة الإسلامية كبيرة واضحة في الرواية دي الرواية الثالثة اللي مهمة نقراها هي خماسية مدن الملح دي رواية من خمس أجزاء برضاك زي ما قلنا المصطلح بتجسد انتقال الحالة البدوية في الخليج وفي السعودية من الحياة البدوية العادية إلى مرحلة اكتشاف النفط وما حدث بعد ذلك من تطور وتمدن وحضارة مهمة جدا لأنها بتؤرخ لفترة مهمة وجوهرية في تاريخ الوطن العربي الرواية الرابعة هي رواية مزرعة الحيوان لجورج أوريول رواية عالمية مشهورة معروفة بيجسدها جورج أوريول عن طريق حكاية على لسان الحيوانات لكنه يرمز فيها إلى النظام الشمولي الذي كان في روسيا في ذلك الوقت وتبعياته والثور عليه وما إلى غير ذلك هذه روايات مهمة ومهم أن نقرأها ونتطلع إليها